شعب مصر العظيم هذا هو جيشكم أبطالٌ من طرازٍ فريد عقيدتهم الدفاع عن الوطن بالروح والدم ليهبوا لنا الحياة فافخري يا مصر بأبنائك فهم لم ولن يفرطوا أبداً في أمنك وأمانك فتحيةً واجبةً إلى كل شهداء ومصاب مصر فلولا هم ما كنا هنا يتفضل الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكريم أسر الشهداء ومصاب العمليات الحربية اسم الشهيد البطل عميد أركان حرب مصطفى أحمد عبد المجيد محمود عبيدو استشهد البطل خلال مدهمة إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء وأثناء القضاء على العديد من العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران استشهد البطل وتتسلم التكريم زوجته ونجله وكريمته ترجمة نانسي قنقر 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 والده ووالدته ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا 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 اسم الشهيد البطل رقيب أحمد رضا محمود محمد المدبولي استشهد البطل أثناء تنفيذ أحد المدهمات للقضاء على العناصر الإرهابية تم إطلاق النيران والقضاء على العديد منهم أصيب البطل والشهيد بطلق ناري أدى إلى استشهاده ويتسلم التكريم والده ووالدته اشتركوا في القناة الله أكبر اشتركوا في القناة 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 ومن مصاب العمليات الحربية موسيقى 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 المترجم للقناة 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 ونكرم اليوم والدة أحد مصاب العمليات الحربية خلال العمليات الأخيرة بسيناء نقيب مصاب عمليات أحمد سيف أحمد أحمد محمود والذي أصيب خلال اشتراكه في عمليات التأمين بشمال سيناء وتتسلم تكريم والدته السيدة نوسى السيد إبراهيم الشرقاوي المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة